أحب أقول أني أكون أمل بعد للبنات المحجبات أننا نستمر نيرمين محسن في أول ظهور إعلامي لها بعد الحجاب أحس أنه من العيد جداً أنه أخلاقياً أني شيء يوقف البنت المبدعة عن إبداعاتها وعطاءاتها في أي صعيد من الأصعدة بالفيديو ده كانت فجأة نيرمين محسن متابعينها عبر سنابشات بإعلانها عن ارتداء الحجاب من جو حرم المسجد النبوي والإعلان ده تصدر للشن للأيام ونيرمين بتكشف عن أسباب القرار ده حصرياً من خلال إيتي بالعرب أعزمت على هذا الشيء بتوفيق من رب العالمين وبإلهام برحمة رب العالمين ليه بهذا الشيء والإلهام اللي حسد بي نيرمين ده جاء بعد عدد من الإشارات لما دخلت المسجد النبوي وأنا أقرأ القرآن طلعت لنفس الصورة اللي فيها بعد الآية الكريمة اللي تأمر بعد نساء المؤمنين عني يدنينا فيما رهننا على تيوبهننا ما ما أبغى أنا أخبط بالآية لكن بما معنا فهنا صرت أقول مستحيلة بالصوت الداخلي اللي تيني اللي يكون هذه إشارة متابعة للصوت الداخلي اللي جاعد أسمع ده ما في كائم بشري شاركني في هذا القرار أبدا وطبيعي خطوة زي دي تتسبب بجدل وتقسمت الأراض ما بين داعم لقرارها ومشكك ومش بس كده فالبعض اتهمها بالاستعراض عشان تحقق الترند بعض ذكر بأنه يعني هذا نوع من الشو أو أنك أنت حابة يعني تستقطي بالأضواء نحوك فعلى غرار يعني بعض ما حدث مع بعض الفنانات الأخريات كيف تشعر على كائم الموقف؟ حد أنه من العيد جداً أنه أخلاقياً أني أنا أخذ هذا القرار مع رب العالمين عشان يكون شو أو إثارة جداً يريد هذه التعليقات وطبعاً دائماً كنت أنا أقول في السنادي هذا الكلام حتى قبل لا أتحجط والله أطلاق الأحكام على الآخرين حتى نفسياً أو في علم النف أو في علم الطاقة يعرق الأهدافك إنك إنسان وفي ديننا وبالأديان السماوية كلها هو اسم فما أنا ما أحب أحد يأخذ اسمي أو يدخل في نيتي أو يشكك في نيتي طبعاً كل اللي عارف نيرمين محسن عارف أنه هي أبعد ما يكون عن إثارة الجدل أو اختلاق إثارة الجدل ولربما حتى لو للبعض أنه يدورها لغرض نبي لكن أبداً وكان ملفت أني نيرمين إطلاق قدام عدد من النجمات عيدة لأوجة تحية الفنانة وعد يعني نواع الناس اللي باركت لهذه الخطوة وأكيد بعد الإعلامية الجميلة رؤى الصبان والانتقادات دي فكرتنا مواقف كتيرة حصلت مع بعض الفنانات اللي أخذوا قرار الحجاب قبل كده وتراجعوا عنه في فنانة في مصر حلاء شيحة ارتدت الحجاب ثم خلعت الحجاب ثم اعتزلت ثم عادت ثم وضعت الحجاب فيعني هذا الشيء عند الجمهور أصبح يعني يثير نوع من الشك حول تحجب البعض فالبعض اليوم يعتقد أنه نيرمين تسير على خطة حلاشيحة أول شيء أوجه لها تحية الفنانة حلاشيحة أكيد والله ما ندري عن ظروفها يعني أنا ما أقدر والجمهور يقدر أنه حتى يدخل بنيتها لكن عشان كده نقول الله عم السبات في بعض الفنانات يكتدوا الحجاب دي حنان بتركوا واستمروا يعني فينا استمرت فينا استمرت في عندك مثلا الفنانة صابرين وضعت الحجاب وبعدين أيضا خلعت الحجاب وبعدين استبدلتوا بباروكا وقالت أن هذه الباروكا هي أيضا حجاب من نوع آخر فاليوم أنت درستي تجارب زميلات الأخريات حتى تكوني على قدر هذا القرار أنا والله أشترك أنا في مشورة كائن بشري كان صوت داخلي كان إلهام رب العالمين فهذا القرار كان عشان ربي ممكن ما راجعت فقارات الآخرين ما راجعت مصيرة الآخرين في الموضوع لكن أخذت الموضوع أنه كان يرمين أنا معرف بالعالمين واللي بيتابع نيرميني على انستجرام حيلاحظ أنه لسه صورها من غير حجاب موجودة فأي الخطوات اللي جاية اللي هتتبعها بخصوص الموضوع ده عم المتابقين لو مدقيقين معي كان عندي حول 3000 بول الآن صاروا 2727 يدين كثرت أنا قاعدة أحذف يعني لا يحسبوا للمقاعدة أنا قاعدة أحذف وتصور مرة كثيرة لأن القرار جاء فجأة أنا موم جاهزة شيء يعني أنا موم جاهزة نفسي مثلاً أني أحذف فينا وأحذف هناك وأنني سوى جلسات تصوير بالحجاب أنا موم جاهزة نفسي القرار جاء فجأة واتخذت لكن اللي مدقيق في حسابي يعرف أني حذفت كثير الصور وقاعدة أحذف ما أني بديت هذا القرار وأخذت هذا القرار فيكون حسابي يمثل لي في فترتي هذه يعني وأكيد أحترم فترتي الماضية وأكيد ما كناش نقدر نعابل نرمين وما نسألهاش عن تأثير الخطوة دي على قراراتها الفنية في الفترة اللي جاية وهل بتفكر في الاعتزال لم أعتزل وما أخذت قرار أنه أعتزل ولا تكلمت عن الفن ولا تبثيره في الاعلام أبداً قلت أنا موجودة معاكم بالعكس يعني هل بنت المحجبة أنها ينعها تعيش حياتها وتمارث موهبتها أو أنها تنطلق تطمح أني أقدم شيء يليق بالجمهور رحل أفكر جدياً أنه في خطوة الإعلام لأنه في عروب حلوة هل بولد عمي؟ هل بو خير؟ وضعك الحجاب هل كان القرار سهل أم سيصعب عليك المهمة فيما لو مثلاً تزوجتي وطلب منك الشريك أن تكوني غير محجب لما أفكر أني أرتبط بإنسان أكيد رح يكون ذات ثقافة وفهم وعقلية متقبلة لآراء ويحترم آراء الشريك اللي معاه